الشرق الأوسط لا يحتاج إلى رجال دين اللي خرى ببيوتنا في الشرق الأوسط هو الدين بلادنا في أمس الحاجة إلى يسوع المسيح أحاوز أقول في الختام أحبائي وهاي كلمتي بحكيها بكل أمان اللي كل واحد بشاهدنا في الشرق الأوسط الشرق الأوسط لا يحتاج إلى رجال دين اللي خرى ببيوتنا في الشرق الأوسط هو الدين مبارح كنت بتكلم مع واحد إيراني قال لي المشكلة دائماً الدين في الشرق الأوسط بدخلوا الدين في كل شيء في القتل بدخلوا الدين في النصرة بدخلوا الله في الموضوع اليهود إسرائيل تحتاج إلى يسوع المسيح المخلص الموعود به الإسلام حماس سواء فلسطين سواء بتضفة أو في غسة تحتاج إلى يسوع المسيح المخلص ليس بأحد غيره الخلاص صدقني كل ما نشوفه هو دمار بدمار هلاك بهلاك ومكتوب عن الشيطان كان ذاك قتالاً منذ البدء من البدء هاي صفة طبيعة الشيطان وعمله هو إرهابي الصارق الإرهابي هذا المعنى لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك أما أنا قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل بلادنا في أمس الحاجة إلى يسوع المسيح والغريب أنه أكثر شخصية وهذا الشيء المؤسف تهاجم هو شخصية يسوع المسيح في نورث أمريكا في شمال أمريكا وفي أوروبا وأستراليا يهاجم المسيح من كل نوعيات الناس في الشرق الأوسط هوية يسوع يهاجم وبعدين نقولك شو الحل وشو العلاج ومن أين السلام السلام هو من رئيس السلام من مصدر السلام من إله السلام الذي قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم العالم بيقدم سلام محدود سلام مؤقد سلام يمكن سلم هدني عشان ما يكونش حرب ولكن مش من جوه مش سلام داخلي أنت تحتاج أن تتبرر بيسوع المسيح حتى تحصل على هذا السلام العجيب السلام الدائم في حياتك مرة تانية كفل العنف والقتل والذبح والكذب وكله هذا يستخدم باسم الدين أنا بدعوك اليوم تعال إلى الرب يسوع المسيح رب السلام إله السلام رئيس السلام مصدر السلام هو اللي بيعطيك السلام الحقيقي وصلي من كل قلبي أنك تدعو يسوع الآن أن يأتي إلى حياتك وإذا محتاج لمساعدة تواصل معنا والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر